مؤلم شوية بصفتي راجل يعني ممكن اقولك ان فيه كده مقولة اليومين دول ماشية اللي هي هو لازم اعمل كده عشان خطر ابقى مستحمل الحياة العادية عشان الدنيا تمشي يعني العب كده كل شوية عشان بدل ما بقى انا على طول حاسس ان انا مخنوق فبالتالي اسيب الحياة اللي ممكن تكون هي الاحسن ابت زي ما انت قلت هو لو مش مخنوق وعلى فترة انا بكلم على الرجال والستات انا مش بكلم على يعني اكيد اكيد كله بيتخنق يعني فبس يعني انا في يعني ناس انا عرفها وناس يعني في سن اهلي بيقولوا يعني احنا عمرنا ما فكرنا في حاجة زي كده بعيد عن الدين او التربية او كده ان هو سعيد فهو مش حاسس ان هو محتاج يبص البارل ان هي مراته بالنسبة له حياته كلها فليه يعمل حاجة زي كده هل في فرق من السعادة والاستقرار او جدا وهل الخيانة بيفرق فيها السعادة او الاستقرار الاستقرار حاجة حلوة بس في الاخر كلنا عايزين سعادة الاستقرار يعني ممكن ييجي بين اتنين يتجهلوا بعض او يعني نغمض عينينا عن مشاكل او نعمل نفسه مش واخدين بالتكايف بقى بالزبط اه هو التكايف هو ده اللي بيجيب الاستقرار وفي ناس ممكن يكونوا صعدة رغم ان هما بيزعقوا في بعض وبيتخنوا على طول يعني انا شخصيا انا افضل السعادة عن الاستقرار بس السعادة بالمسئوليات والولاد ومشاغل الحياة والضهوط بتروح بعد فترة غزبا عنك لان انت حياة بقى حياتك تبقى سعادة تبقى دقيلة او شوي على قبلز كتير بس انا بحس هي يعني حسب ما احنا هنبص على الموضوع انا لما باخد مثلا انا عندي بنتي عندي اربع سنين ما شاء الله لما بنروح مثلا اي حاجة رحلات المدرسة وكده دايما وغزبا عني بلاي نفسي ان انا بقارن بنا وما بين الاجانب هما عيلة برضو عندهم عيال كتير وممكن يكونوا عندهم بالتلات عيال وانا عندي طفلة واحدة بس الراجل ومراته وعياله كلهم مقضين يعني الموضوع يعني هي فصحة بالنسبة ليهم كلهم ده مش واجب هما بيعملوا عشان عيالهم مخنوقين وكده والكبلز المصريين رجال واقفين مع بعض الستات مع بعض والعيال في ناحية فهي حسب نظرتنا لو احنا قدرنا نبص لحياتنا القسرية زي ما هما بيبصوها لانها حاجة حلوة وحاجة احنا عايزين نقضي فيها وقت ممكن نبقى زي يوم ممكن نكون لسعادتنا ونحن يبصوها على ايه انها ايه؟ على انها سنة الحياة انا لازم اتجوز انا لازم اخلف انا لازم اهلي مستنين مني كده المجتمع مستنين مني كده وممكن اروح لناحية حاجة وانا من جواه مكنتش جاهز حتى مسئولية العيال ونتكلم عليها دايما على انها مسئولية مهي مش مسئولية هو دي حاجة هو بيمبسط بي وانا بيمبسط بي يعني انت شايفة ان ممكن جتير جدا من الزيجات في مجتمعنا بتبقى زيجات علشان خاطر لازم مش علشان خاطر انا عايز اه وده خطر جدا هل ده بيفصل نسبة الطلاق الكبيرة اوي 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 اللي احنا شايفينها للمندوق في مجتمعنا على كل المستويات بعد سنة اولى او يمكن قبل سنة اولى كمان جواز انا بحس ان الطلاق المبكر ده يعني ناس ما حاولوش كفاية يعني ما استنفذوش كل الطرق قبل ما يعني انا مش مع او ضد الطلاق دي حاجة عادية وممكن اي حد فينا يتعرض بس النسبة زادت قوي بس ما هو عشان مفيش حد يعني بقت سهلة بقت حملة دلوقتي على ضد الطلاق في الراديو تخيالي لما وصل لحملة اعلامية لمنع الطلاق تخيالي كنت ما زادت النسبة حاجة 80% بدلا من خليها حملة ضد الطلاق ليه ما نخليش حملة يعني زي في صالح الجواز والعلاقات الحالوة ليه يعني لسه كنت حتى بتكلم في الموضوع احنا تلفزيون تلفزيون والسينما لما بنطلع اي اتنين من الجوازين دايما عندهم مشاكل دايما مش طيقين بقى دايما اذا كان احنا اكتر حاجة من قضي وقت قدامها لواية والتلفزيون بيقول لنا الجواز فاشل هنجيب افكار مختلفة منين انتي من الكريتكس بقى تايما ببقى فيه نقد الكتب عموما من النقد اللي تقال انتي تعطفتي مع الست اكتر من اللازم مع انك كتبة عن الرجال مزبوط ليه وهل دا حقيقي لا دا حقيقي انا مش هاتحك هي حقيقة دا انتي اللي على الكور لا دي راني اختي شبهك معش هي حقيقة لا هي مش انا دي راني اختي لا هو اكيد بتعطف مع الست انا انا ست وبرضو احنا الاتنين عارفين ان القانون في صالح الراجل اكتر من الست في مصر فساقات بحس ان لما واحدة بتضطر انها تتطلق يعني ظروفها بتبقى أصعب كتير من الراجل وبتضطر تتحمل كتير قوي فغصبا عني بلاقي نفسي ان انا متعطفة اكتر بس مش في كل القصص فيه قصص تانية طبعا يعني بيبقى الراجل يعني ممكن يكون هو الاحسن من مراته ومراته هي المجننية ومطلع عينه بس هتلاقي اه الاغلبي ان انا منحازة لسه انا فاهم اوي فكرة ان الميادم لازم نكتب باللغة او بالطريقة اللي تريحه بس هل ما شفتيش ان الكتابتك باللغة الانجليزية اللي ممكن تكون بالنسبة لك اسهل يعني هل ممكن تخسرك او تبقى مواجهة شريحة معينة من الجمهور فاكرتش فسا تترجم الكتاب بس هوا الكنام ده بصراحة هو ده المزبوط يعني وانا فاعا لو كنت عايزة اوصل الكتاب يعني مرحلة نجاح اعلى بكتير كان مفروض اعمله بالعربي بس زي ما انت قلت يعني عشان انا اللغة الانجليزية اسهل لي بكتير فقلت انا هعمله بالانجليزي وبعدين ابقى ترجمه بعد كده فيعني ورغم ان انا كنت عايزة يعني كتاب ده كان معمول عشان المصريين هم اللي يقرؤوا كده بس بردو جت يعني بمصلحة ان لقيت ناس كتيرة من اللي بيقرؤوا كتاب الاجانب والعايشين في مصر والعايزين يفهموا الثقافة المصرية بزات في العلاقات فدي بردو جت يعني مصلحة في الناحية دي بس ده ما يمنعش ان انا طبعا بترجمه دلوقتي انتي اعتمدتي في القصص اللي مش حاجة تانية موضوع القصص اعتمدتي على الكابلز اللي انت اللي كنت موجودة معاهم في الغربة لان طبعا ظروف الغربة بتبقى برضو غير اللي عايش في بلده ومع اهله ومنطوبة با والعيلة برضو ممكن هلو اعتمدت بس على القصص دي لا لان انا كنت ابتديت الموضوع كان بقالي شهر يعني كان فضيلي شهر في الضحة ورجع مصر فأول ما رجعت مصر حاصل ان انا يعني كنت بتعرف على ناس كنت لسه بدي اشغل جديد فعمل اتعرف على ناس فلما الناس بدأت تعرف ان انا بعمل كتاب بقى كله بيجي يقولي على فكه انا عندي قصة اللي عايزة تعرف فيها وعندي صاحبتي عندها قصة اللي عايزة تعرف فيها فالموضوع جي كده قد شغلك في الصحافة او اي مجال كتابة كتابة مقالات ولا كتابة او كان لحده قريب يعني كنت بشتغل في كميونتي تايمز كنت بعمل انترويوز واحد منهم كان مع محمد البلدعي بكتب عن القتلات اللي بتفتح في مصر يعني حاجات كتير يعني مش متخصصة في العلاقات متخصصة في الحتة دي وهل ما حبتيش تتخصص مثلا زي في كتبات مصريات حولوا كان عاملوا مثلا عاملين كوللم او عمود وحولوا ده لكتاب مثلا زي اميم وافي عملت ده كتاب تتخصصت في الحتة دي بعد نجاح الكتاب ما حبتيش تعملي كده ولا ده مش اهتمامك بصراحة مش يعني مش هو ده اهتمامي لان يعني من ضمن الحاجات اللي بتضيقني ان الناس تفتكر ان انا بدي اراقي كواحدة خبيرة انا لا خبيرة ولا اعرف حاجة انا كل اللي انا بعمله اتا المجربة اتا مجربة انا بالزود انا زي كل اللي كتبت عنهم مجرد بحكي قصص في القصة التي تتحكيها ديت هل شايفة ان زي ما انت قلت مع الرياكشن ومع الناس وكده ممكن يبقى فيه سيكل او يعني جزء تاني اللي واندهاني موني زقوفه والله يعني اتمنى ان يعني السيكل بتاعه يكون اكتر معظم قصص حلوة يمكن لو الناس قرد الكتاب وفهموا انا كان قصدي ايه من الكتاب يعني كل القصة بتنتهي نهاية سعيدة انا هدفي من الكتاب ان الناس يبعندها امل وتحس ان حياتهم يعني مشرقة فلو فيه سيكل اتمنى ان فيه ناس في مصر تبعتلي يعني تقول انا عندي قصص عيدة احب اتكلم عنها وناس تقرأ وتقول انا عايزة بقى زي دول بالضبط وده حقيقي اخيرا كل واحد في مرحلة من حياته بقى مختلفة والجواز مراحل انت كلمت على الجواز مراحل الاولانية في السنوات الاولى هل برضو عندك تموح انك تعملي مثلا مرحلة تانية وهل فعلا الجواز بيختلف مرحلة لمرحلة ولا مشاكل هي المشاكل بس بنتعامل معيها بطريقة مختلفة الله يعني عن خبرتي الشخصية انا بحس ان لو في مشكلة بدأت في يوم شهر العسل وما تعالجتش صاحبك تبضل لحد عشر سنين قدام بتبضل هي هي زود بس عليها ان بيبقى في زيادة لو في اطفال او في ضغوط مادية بس لو هيت مشكلة الفوطة هتبضل وما تحلتش بتبضل معك لحد بالاخر شيل الفوطة بقى شيل الفوطة بقى شيل فوطة بقى عملها مشكلة الفوطة من اول الفقر عملها مشكلة ماي انا بحييكي وباريك لك على جاح واند هاني مونيز اوفر واتمنى ان نشوف بعد كده بقى سيكل اللي بترجيمي عشان اكيد فيك شريحة جبيرة جده ومشاهدين يحبوا يقرؤوا الكتاب دوات بالعب شور مرسي اشري من هانيكي يعني زي ما شفنا ان الحياة برضو ممكن تبقى تبات ونبات بس نعرف ازاي نتعامل كده مفاتيح معينة خليكم معانا بعد الفاصل معانا ريم خليكم معانا